لم تنعقد جلسة اليوم وفقاً للمادة 116 من الدستور وسأوضح صحة هذا الإجراء الدستوري المتبع منذ عام 1963 ولن أستخدم بعض المفردات للأسف التي استخدمت اليوم ولا تليق بالعمل النيابي والرد عليها سهد لكن من يملك الحجة والبرهان والمستند لا يحتاج إلى استعمال هكذا مفردات المادة 116 من الدستور تقول بوضوح باللغة العربية ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض عضائها يعني يجب أن يكون يا الرئيس يا على الأقل وزير حتى تُعقد الجلسة وهذا مختراء من مرزوق الغانم هذا إجراء متبع من بداية الديمقراطية في الكويت إلى اليوم ولم يحدث أن عقدت أي جلسة بدون وجود الحكومة في تاريخ البرلمان الكويتي وأمامي أوزع عليكم للصحافة أيضا رفعت الجلسة بسبب عدم وجود الحكومة 30 مرة اليوم رقم 31 في عهد عدة رؤساء ونواب رئيس المرحوم العم أحمد السرحان أحمد السعدون المرحوم جاسم الخرافي علي الراشد مرزوق الغانم مشاري العنجري خالد السلطان عيسى الكندري سواء رؤساء أو نواب رئيس الجميع كان يرفع الجلسة في حال عدم وجود الحكومة ليس هنا المشكلة المشكلة أنه في 27 أربعة قبل تقريبا شهر وشوي رفعت الجلسة لعدم حضور الحكومة بوجود أكثر من 46 نائب وكانوا يصفقون يصفقون لأنه اتخذ هذا الإجراء وهو رفع الجلسة وبقال المادة 116 بسبب عدم وجود الحكومة الآن بعد شهر بوجود 34 نائب ليس بوجود 46 نائب هذا تنقيح الهجوم يقول هذا تنقيح للدستور وهذا ما يجوز ورفع الجلسة غير دستوري وما عرفت ما عرفت الدستور شنو عندكم